صفة الاقتسال الاقتسال عندنا ينقسم إلى قسمين اقتسال مجزئ واقتسال كامل يعني أعلى اقتسال هو اقتسال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كم صفة؟ صفة اقتسال مجزئ واقتسال كامل مستحب الاقتسال المجزئ أن ينوي ثم يسمي ثم ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة يخلل ويدخل الماء إلى أصل البشرة مع المضمضة والاستنشئ هذا اقتسال مجزئ ينوي يسمي يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة مع المضمضة واستنشئ مفهوم؟ نعم الأخ هذا جاء عند الفرات قال بسم الله وغطس وخرج تمضمض واستنشئ نعم وعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة هذا نوع لكن هذا نزل وخرج نويت الاقتسال قال لا ما نوع فهذا هل يتوضى يتوضى هل يصلي بهذا الدخول في الفرات؟ نعم هل هذا يدخل؟ لا طيب واحد ينوي ثم يسمي ثم يعمم جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة الكثيفة مع المضمضة الاستنشئ مجزء اقتسال مستحب اكمل اقتسال اقتسال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسال مستحب او اقتسال كامل اقتسال النبي عليه الصلاة والسلام يقسل الفرجين ثم يقسل اليدين ويبدأ يتوضى وضع للصلاة يتمض مضمض يستنشق يقسل الوجه مع التخليل في كل لحية هنا اقتسال ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم يقسل الرأس ويرويه مع الاذنين ثم يقسل الشق الايمن كاملا ثم الشق الايسر ثم يقسل الرجلين مرة اخرى فرجين ثم يقسل الكفين يتوضى وضع للصلاة مضمض يقسل الوجه اليمنى اليسرى الرأس يرويه مع الاذنين الشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يقسل رجلين مفهوم